أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أسعد الله منامكم أهلا بكم أعزائي المشاهدين المتابعين للقناة وكمان أهلا بكم أعزائي المشاهدين اللي بيشوفونا لسه لأول مرة على القناة إن شاء الله سبحانه وتعالى هنتكلم النهاردة في لقائنا مع بعض عن تفسير رؤية جديدة من الرؤى في المنام وهي تفسير رؤية الصلاة على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المنام في الأول كده أحب أوضع أهمية الصلاة على سيدنا محمد في حياتنا عليه أفضل الصلاة والسلام إن إحنا لما بنحب نطلب من ربنا سبحانه وتعالى شيء أو في أي دعاء بنبدأ بالصلاة على سيدنا محمد وبندعي وبعدين بنختم تاني بالدعاء بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام لأن الله سبحانه وتعالى يستحي من عبده لما بيدعو بيدعو الله مبتدئا بالصلاة على النبي وبيختم بالصلاة على النبي وبالتالي إن شاء الله وبينا في الحالة دي بيستجيب الدعاء دايما إن شاء الله اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وطبعا كده نقدر نقول إن دي ضمان للعبد على سرعة الاستجابة لدعاءه وده نظرا لحب الله لسيدنا محمد وكمان نظرا لما كانت سيدنا محمد عند الله سبحانه وتعالى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبالتالي إن أي حد يشوف رؤية في المنام إنه بيصلي على سيدنا محمد فإن شاء الله دي دلالة وكمان بشارة بإن الله سبحانه وتعالى استجاب له دعاءه لما يشوف إنه صلى على رسول الله في المنام اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم أسعد الله منامكم وكمان عايز أوضح برضو حاجة تانية ودي هنستند فيها للآية رقم 56 من سورة الأحزاب وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم صدق الله العظيم وبالتالي اللي يشوف الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في رؤية في المنام فإن شاء الله دي دلالة ليه وبشرى ليه إنه من المطيعين لله وإنه بينفس تعليمات الله سبحانه وتعالى وإنه من عباد الله الصالحين وكمان اللي يشوف في رؤية في المنام الصلاة والسلام على سيدنا محمد فدي دلالة ليه من الله سبحانه وتعالى إنه بيتبع سنة الله ورسوله وإنه كمان من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم أسعد الله دائما منامكم ولازم كلنا نعرف إن الصلاة على النبي في المنام من أجمل 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 من هنا للصبح من أجمل الرؤى اللي ممكن نشوفها في حياتنا طيب وإن شاء في أي حد رؤية في المنام الصلاة على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وكان الشخص ده في الحقيقة مديون وعايش في همه وأحزان فدي دلالة ليه على سداد ديونه وكمان على زوال الهم والأحزان واستبدالها بسرور وفرح وبهجة إن شاء الله وكمان برضو اللي يشوف رؤية في المنام الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدي دلالة ليه على إن الله يهديه إلى طريقه وإلى طريق النور والفتح والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم أسعد الله دائما منامكم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمان اللي يشوف رؤية في المنام الصلاة على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأفضل السلام فدي إن شاء الله بشرى ليه من الله سبحانه وتعالى إنه قرب يزور بيت الله الحرام سواء كان حج أو كانت عمره أيهم أقرب إن شاء الله وكمان رؤية الصلاة على رسول الله في المنام دلالة للرأي إن الله سبحانه وتعالى دايما هينصره في حالة إنه كان مظلوم وبرضو نقول جزء للمرأة الحامل عشان ناس بتقول إن احنا بننسى نتكلم عن المرأة الحامل فنقول إن المرأة الحامل إن شافت رؤية في المنام الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فدي دلالة ليها على سهولة الشهور المتبقية ليها في الحمل وكمان دلالة ليها إن شاء الله على سهولة الولادة وكمان دلالة ليها إنها ستلت طفل هيكون على أخلاق حميدة والله سبحانه وتعالى أدرى وأعلم أسعد الله دائما منامكم وكمان الإنسان المريض اللي يشوف الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في رؤية في المنام فدي بشة ليه إن شاء الله ربنا قرب يشفيه من المرض اللي هو فيه قولوا معانا اللهم صلي على سيدنا محمد أسعد الله منامكم وكده نكون انتهينا من اللقاء النهاردة مع بعض أترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته